السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعي قناة ماما نونة ريند ويظل مسلسل الاغتيالات في العراق مستمرة اليوم تم الإعلان عن اغتيال مسلم عيدان أحد قيادات الطيار الصدري في ميسان وفي بيان لها من وزارة الداخلية أنه تم العصور على جثة مسلم عيدان في الخامسة فجرا بتوقيت بغداد وبعد فحصه وجد أنه تم إطلاق 11 رصاصة عليه مما أدى إلى وفاته في منطقة الشيشان وتم نقله والاتصال بزويه وتم التعرف عليه من قبل زويه وقوات الأمن الآن تقوم بالبحث والتحري لمعرفة الجناة أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة عزائي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد دمتم في خير